رحلتك مستنيات قلبي معهات يا حبيبي غربي انطلقت فعاليات مهرجان الارادة والامل مهرجان ابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة وحمل المهرجان لمسات ابداعية قدم من خلالها المشاركون تفوقهم في مجالات الفن التشكيلي والاشغال اليدوية والموسيقى والغناء والتجربة العلمية والادب اليوم تنطلق فعاليات مهرجان ابداعات ذوي الاحتياجات الخاصة هذا المهرجان الذي يقام بعنوان اراداتهم حياة وامل هذا المهرجان يأتي ضمن مبادرة وزارة الثقافة بعنوان ارادتي قوتي والذي نسعى من خلاله للاهتمام وليظهار ابداعات هذه الفئة التي هي فئة غنية في مجتمعنا هؤلاء الذين يقهرون المصاعب التي تواجههم ان كان في جوانب معيجة جسدية او غير جسدية ولكن بالتفوق وبالارادة استطاعوا ان يوجدوا حالة من الابداع نحن اننا مشاركة بالمهرجان سواء بالمعرض في عندنا مجموعة اعمال شاركنا فيها هي منتوجات لاطفالنا سواء الاطفال او اليافعين مجموعة مشغولات يدوية وحتى في شغل عنها عرخ لشلال وايضا على مجموعة من الاعمال الفنية الجميلة الاعمال اللي نحن المشاركين فيها اليوم هي جزء مثل ما حكينا بتدريبات المهنية كان فيه تدريب مهني خشبيات ونحاسيات اللي هنن استخدموا فيه الحرق على الخشب والنحاس اللي نحن جعبين لوحات منه اليوم كان فيه تدريب اللي هو رسم مانديلا ونقوش خزافية ساود اوس وشكت دولو ساود وردة ايو والله لدي ازودها ويشارك بالمهرجان فعاليات اهلية ومحلية وجمعيات خيرية ويتابع المهرجان انشطته على مدى الايام الثلاثة القادمة للاخبارية السورية علي شحود حما